الله يعطيك العافي جميعا اليوم موضوعنا بخص العلاقة بين المتغيرات فيما يسمى الارتباط والانحدار الارتباط بين المتغيرين وصف هذا الارتباط اما ان يكون قوي او ضعيف ايجابي او سلبي فبالتالي يمثل في ذلك الامر علاقة بين المتغيرين هذه العلاقة ممكن تكون طردية او عكسي يعني ايجابية او سلبية العلاقة الطردية للعلاقة الموجبة تمثل حسب هذا من سميه شكل الانتشار شكل الانتشار لقيم سين وصاد فمناخذ الخط اللي بمر في اغلب النقاط وبترك حوله مجموعة متماثلة من النقاط لاحظ هذا الخط متزايد اذا هذا علاقة طردية او علاقة موجبة والعلاقة العكسية هي العلاقة السالبة بنفس المبدأ انا بحدد قيم سين وصاد على المحورين قيم لسين وقيم لصاد كازواج مرتبة وبرسم الخط اللي بمر في اغلب النقاط وبترك حوله مجموعة متماثلة من النقاط فهذا خط متناقص اذا هي علاقة عكسية سالبة هلا اذا وقعت جميع النقاط على نفس الخط بتكون هذه علاقة قوية جدا بسموها علاقة تامة ممكن تكون علاقة طردية او علاقة عكسية عكسية بمعنى اخر انه الخط بيكون متناقص جميع النقاط تقع عليه اذا العلاقة التامة ممكن تكون طردية او عكسية رح نكتشف لاحقا انه بقدر احسب قيمة الارتباط بين سين وصاد بما يسمى معامل ارتباط بيرسون مطلوب منه بموضوع التوجيهي خلي في بالك دائما العلاقة التامة قيمة الارتباط فيها اما واحد موجب او واحد سالب يعني هون بدأ نحكي را خليها في البال دائما هاي بتيجي دوائر عادة او را بتساوي سالب واحد الان اذا شكل الانتشار او وزعنا سين وصاد وما قدرت ارسم خط متماثل حول هذه القيم فبالتالي منقول لا يمكن ان يكون هناك علاقة بين المتغيرات فلا يوجد علاقة اذا لم نستطع تشكيل خط يمر باغلب النقاط الموجودة عندنا معامل الارتباط هو القيم اللي بتحسب العلاقة بين المتغيرين سين وصاد مطلوب مننا الان معامل الارتباط بيرسون وهي علاقة لا بد من ان نحفظها فمعامل الارتباط را رمز را بساوي مجموع سين ناقص سين فتحة في صاد ناقص صاد فتحة على مجموع سين ناقص سين فتحة تربية ضرب مجموع صاد ناقص صاد فتحة تربية كله تحت الجذر التربيغي اذا هذا علاقة للحفظ والتطبيق مباشر جدا عليها زي ما رح نشوف كمان شوي طبيعي سين اللي هي مشاهدات المتغير سين وصاد المشاهدات المتغير صاد بالتالي سين فتحة الوسط الحسابي لسين وصاد فتحة هو المتوسط الحسابي لي صاد مثال مباشر على التطبيق وهذا جدا جدا مهم هذا جدا مهم وعادة الوزارة بتخيل ان تكون اسئلتها بالفصل الثاني تشبه هذا السؤال مش اسئلة متعبة زي السؤال الذي سيلي بعدها قليل هلا سين صاد متغيرين عدد كل منهما خمسة مجموع سين ناقص سين فتحة تربية من واحد لخمسة خمسة وعشرين اذا هو اعطاني هاي مجموع صاد ناقص صاد فتحة تربية بتساوي ستة عشر اعطاني هاي وعطاني مجموع سين ناقص صاد فتحة ضرب صاد ناقص صاد فتحة بتساوي سالب خمسة عشر اللي هو البسط احسب معامل ارتباط بيرسون بين هذين المتغيرين من القانون بالتطبيق المباشر رابط ساوي مجموع سين ناقص صاد فتحة في صاد ناقص صاد فتحة سالب خمسة عشر على الجذر التربيعي مجموع سين ناقص صاد فتحة تربية خمسة وعشرين في مجموع صاد ناقص صاد فتحة تربية ستة عشر ناقص خمسة عشر على جذر الخمسة وعشرين خمسة جذر الستة عشر أربعة بالاختصار بتطلع رابط ساوي ناقص خمسة وسبغين بالمية لاحظ سالب اول شي اذا هي علاقة عكسية اذا طلب صف هذه العلاقة وهي علاقة ايضا قوية بمعنى قليل من النقاط خمسة وعشرين بالمية من النقاط لا تقع على خط الارتباط اللي شفنا تمثيله في معادلة الامحدار سؤال يمثل الجدول التالي قيم المتغيرين سين وصاد فسين قيمه اثنين ثلاث خمسة سبعة ثماني صاد قيمه خمسة سبعة أربعة تسعة خمس احسب معامل ارتباط بيرسون بين هذين المتغيرين طبيعي انا بحاجة لأطلع سين فتحة لوسط الحسابي لقيم سين صاد فتحة لقيم صاد لقينا انه سين فتحة عبارة عن ثنين زائد ثلاث زائد خمسة زائد سبعة زائد ثماني على عدد القيم خمس قيم اذا سين فتحة بتساوي خمسة بالمثل صاد فتحة بتساوي ستة الان لاحظ نكون جدول حسب مكونات القانون يعني القانون ايش فيه في سين ناقص صاد فتحة في صاد ناقص صاد فتحة سميناها الفوبامشان بس المساحة المتوفرة بالورقة وفيه ايضا سين ناقص صاد فتحة تربية هيها صاد ناقص صاد فتحة تربية اذا بدنا نطلع بشكل اجباري اولا سين فتحة وصاد فتحة وانطبق على القانون فسين هذه قيم سين وما تخرطوا دائما وانتو بتطرح القيم من بعض اذا انا بدي اطرح سين ناقص صاد فتحة يعني حط هنا ناقص خمسة مشان نظل في بالك دائما للفكرة فاثنين ناقص خمسة ناقص ثلاثة ثلاثة ناقص خمسة ناقص ثلين خمسة ناقص خمسة صفر سبعة ناقص خمسة ثلين ثمانية ناقص خمسة ثلاثة الان بالمثل صاد ناقص صاد فتحة هاي صاد فتحة هاي صاد ثري هلأ صاد فتحة عبارة عن ستة فخلي في ذي هناك ستة واكتب هون ستة فبتصير خمسة ناقص ستة ناقص واحد سبعة ناقص ستة 4-6-2-9-6-5-6 وفقط 5 قيم طبيعي لا بد يكون مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي بساوي صفر دائما دائما مجموع انحرافات القيم عن متوسطها الحسابي بساوي صفر دائما وهذا تأكيد على أنه حلنا صحيح الآن في القانون ألف ضربة بدي أضرب هاي في هاي ناقص ثلاثة في ناقص واحد ناقص اثنين في واحد صفر في اثنين ضرب ثلاثة ستة ثلاثة في ناقص واحد ونجمع هذا القيم لأنه مجموع لاحظ قانوننا مجموع سين ناقص سين فتحة فصاد ناقص سات فتحة اي مجموع هذا المطلوب عندي اربعة على بربع هذا القيم كاملة اللي هي سين ناقص سين فتحة تربية 94049 مجموحة لأنه فعلا بدنا المجموحة وايضا قيم صاد ناقص سات فتحة بربعها وبحسب مجموحة بيكون عندي 16 ومنعوث القانون مباشرة بطلع معامل ارتباط قيمة 2 بال 10 2 بال 10 واليش هو موجب اذا هي علاقة طردية لكنها ضعيفة جدا جدا يعني من بين كل 10 قيم فيه قيمتين فقط يعني تقع على الخط اللي ممكن نرسمه ويمثل شكل امتشار هلا ملاحظات يعني مهمة عادة تنتيج دوائر اثر التعديل الخطي يعني في معامل ارتباط لا يتأثر بعمليتي الجمع والطرح ابدا لا يتأثر بعمليتي الجمع والطرح يعني نضيف على قيم سين قيم صاد نطرح منها لا يتأثر معامل ارتباط يتأثر عند الضرب فقط لكن بصورة معينة كيف هذه الصورة؟ اذا كان العددين المضروب فيهم قيم سين وصاد لهما نفس الاشارة يبقى معامل ارتباط كما هو يبقى كما هو يبقى را سري كما هو مش موجبا يعني اذا كان موجب بيظل موجب اذا كان سالب بيظل سالب اذا ضربنا قيم سين وصاد في رقمين لهم نفس الاشارة الان يصبح سالبا بمعنى اخر تتغير اشارته اذا كان موجب بيصير سالب واذا كان سالب بيصير موجب عند الضرب بعددين مختلفين الاشارة يعني اذا ضربنا عدد موجب في قيم سين وعدد سالب في قيم صاد تتغير اشارة معامل ارتباط مثال مباشر جدا على ذلك انا عندي معامل ارتباط قيمته ناقص ثمانية بالعشرة بين متغيرين مثل سين وصاد سين ستار ساد ستار هي نمط التعديل الخاص في علامات سين وصاد لاحظ ما قيمة را اذا كان الان هذا التعديل اللي تم على سين انه ضربناها كل قيمة في اثنين واضفنا خمسة احنا قلنا الاضافة ما بتأثر على معامل ارتباط صاد الان شو كان العمل على صاد صاد ستار ابقينا على العلامة زي ما هي كانوا ضربناها في واحد وطرحنا خمسة طرح ما بيأثر الان احنا ضربنا اذا في قيم سين في عدد موجب وقيم صاد في عدد موجب اللي هو واحد فبالتالي را يبقى كما هو لا يتأثر بعملية الضرب في عددين لهما نفس الاشارة الان التعديل الثاني انه قيم سين ضربناها في سالب اربعة اضفنا قلنا الاضافة ما بتفيدنا وضربنا قيم صاد في ستة وطرحنا برضو الطرح ما بيفيدنا الفكرة العامة انه احنا ضربنا قيم سين في عدد موجب وقيم صاد في عدد سالب فعند الضرب في عددين مختلفين في في الاشارة معامل ارتباط كان سالب ثماني بالعشر الان شو بصير موجب ثماني بالعشر هلأ يصبح سالبا الفكرة انه من يصبح سالبا بمعنى آخر تتغير اشارته ويعطيكو الف عافيونا لتقي مجددا اشتركوا في القناة